حياكم الله إلى التاسع عامل الإخبارية والتي نخصصها هذه الليلة لوفاة الملكة هليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى وشمال أيرلندا عن عمر يناهز ستة وتسعين عاما حيث أعلن قصر بكنجهام وفاة الملكة هليزابيث الثانية وهي أطول ملوك البلاد في بريطانيا بقاء في الحكم توفيت كما قلنا عن عمر يناهز ستة وتسعين عاما وأعلن عن خلافة الملكة شارلز لوالدته على عرش البلاد كما أعلن عن تنكيس الأعلام ونقل جثمانها من اسكتلندا إلى لندن غدا وكان قصر بكنجهام قد أعلن في وقت سابق أن أطباء الملكة كانوا قلقين بشان صحتها وأنهم أوصوا ببقائها تحت المراقبة الطبية وعانت اليزابيث قبل وفاتها ومنذ أكتوبر الماضي من مشكلات صحية سببت لها صعوبات في المشي والوقوف